هي هكذا تحلل تأخذ تستنشق تقرر يعني الشعيرات هذه هنا سأتوقف معك هذه الشعيرات الكثيرة ليست عبثا حتى على أرجلها لها مهمة تحليل ضغط الهواء الذي يضغط عليها لكي تتفادى الضربات وتتفادى الحشرات الأكبر منها المفترزة مثل الضفاضع مثل كذا فلذلك لديها هذه الأجهزة الحساسة تستخدمها هنا العلماء درسوا سر إقلاع هذه الذبابة في الاتجاه الصحيح يعني أنت عندما تضربها هكذا لا تقلع باتجاه الضربة تقلع في الاتجاه الصحيح تهرب منك باتجاه الضربة باتجاه معاكسة الضربة لكي تتفادى الضرب طيب ما الذي يحدث كيف تتوازن في طيرانها انظر إلى هذا الجزء الصغير الذي يهتز هنا هنا الأصفر رأيتهم هذا يدعى هالتر انظر كيف يهتز هنا هالتر يعني مجداف صغير هنا وراء الجناح هذا هو الجناح وهذا هو انظر انظر كيف يهتز هذا مهمته هو ان يجري عملية توازن مثل الصاروخ الفضائي يحتاج إلى توازن سبحان الله هذه البعوضة لها نفس هذين المجدافين هنا انظر انظر هنا دي حركة الطيران صح؟ اه نعم حركة الأجنحة وهذا الجزء هنا يوجد واحد مقابله هنا هذا مهمته ان يعمل توازن للذبابة اذا نزعت هذا الجزء الذبابة لا تعرف كيف تطير وستموت بعد ذلك بذلك الأجنحة يعني ضبط اتزان لها في الجو بالضبط مثل الموازن يعني السفينة تحتاج إلى موازن الطائرة كذلك جهاز توازن سبحان الله الصاروخ يحتاج غير الأجنحة الأجنحة وكان الأجنحة مهمتها الحركة الهالتر مهمته التوازن التوازن بالضبط انظر هنا هذه البعوضة كيف انظر انظر كيف يتحرك مع الجناح ويوازن ونهايته ثقيلة الآن سنراه بالمجهة الإلكتروني سترى شيء عجيب جدا هذا هو الذباب يطير ويتحكم هذا يعسوب طبعا فلذلك هذا هو سأتوقف هنا لأرى التركيب المعجز لهذا الهالتر هذا المجداف هنا انظر مثل القدم الله أكبر معظم كتلته تتركز هنا وهنا مفصل دقيق جدا وهذه الشعيرات أيضا مهمتها التقاط المعلومات من البيئة الخارجية ضغط الهواء هذه الشعيرات أصغر من الشعيرات لها مهمة إضافية أيضا معلومات تلتقطها وتدخلها إلى دماغها وتحللها خلال واحد من العشرة من الثانية وتتخذ القرار إلى أي اتجاه تطير يمين أو يسار أو معلومات خاصة بماذا؟ بالاتجاهات؟ بالاتجاهات لأنك عندما تريد أن تضرب هذه البعوضة حركة يدك الخفيفة تغير ضغط الهواء مثلا على الجانب الأيمن بينما الجانب الأيسر يكون ضغط الهواء عادي فتدرك أن الضربة ستأتي من هنا بسبب تغير ضغط الهواء فتطير في الاتجاه الآخر لذلك هي لها اثنتان وبالتالي دكتور هل يستوي معها نضربها من عنده ومن قدام أم من الخلف يعني من أمام عيونها أم الخلف عيونها هي تشعر بأي ضربة في أي من أي مكان من أمام ترى بأعيونها من الوراء ترى بهذه الشعيرات من الباق بالحسب هذا هو الهالتر بعد التكبير انظر كيف يظهر هذا الجزء الصغير الذي رأيناه هنا دعني أراه هنا انظر هذا هو هذا هو الجزء الصغير الأصفر هنا الذي يهتز انظر هذا الصغير الرفيع اللي تحت نعم نعم هذا الذي يهتز هنا هذا الجزء عندما تم تكبيره تبين أنه معقد جدا وهنا في الذباب يوجد اثنتان انظر واضح تمام نعم واضح عندما تم تكبيره بالمجهر الإلكتروني هو الذي يتحرك هذا نعم وكأنه مطرقة مهمته هو أن يحدث توازن ونفس حركة الجناح بالمناسبة ونفس الحركة بالضبط بالتوافق مع حركة الجناحين يعني انظر سبحان الله لما تم تكبيره ماذا رأوا عندما تم تكبيره انظر هذا هو بالتكبير هذا هو هكذا يظهر هذه الشعيرات الدقيقة نعم شعيرات دقيقة لا نراها إلا بالمجهر الإلكتروني مهمتها قياس درجة حرارة الهواء وضغط الهواء وإرسال المعلومات لدماغ الذبابة لتتخذ القرار خلال واحد على عشرة من الثانية هي مخافة أساسا في رأسها رأسها أدي كلها أدي كده آه يعني دماغ صغير جدا بالضبط اللي بيأخذ المعلومات من كل الأهداف والشعيرات دي بيودها فين يعني يرسلها عبر إشارات عصبية إلى الدماغ والدماغ الصغير جدا الذي مثل رأس الدبوس يحلل كل هذه القدرات موجودة البيانات دي كلها تهي يستوعبها؟ يستوعبها ويأعقد من الكمبيوتر بكثير بكثير طبعا طبعا لذا كلمنا عن انتباعك الشخص لما قرأت هذا البحث ورأيتها بل لديها والله أنا حقيقة وأنا أرى هذا الفيديو أنا رأيته لأول مرة من كام يوم يعني فأعيش في حالة خشوع وأنا أرى ولا تخطر ببالي إلا آية واحدة فقط والله وما قدر الله حق قدره سبحان الله هذا الإله يعني هذا إله يكفر به أو يجحد به سبحانه وتعالى يعني انظر انظر هنا فقط أريد أن أتابع معك هذا الفيديو لكي نرى انظر هنا تم نزغ هذا الهالترز تم نزعه نحسنا الطيران مختلف انظر كيف تهوي فقدت كل التوازن لم تستطع أن تتوجه لا يمينا ولا يسارا هنا العلماء أزالوا هذا الجزء عندما تم إزالة هذا الجزء ما الذي حدث لا تستطع الطيران تدور وترفز زي الطيران بالضبط المضروبة بضبط سبحان الله سقطت تفقد السيطرة وتفقد إحساسها بالفضاء هذا الآن بعد أن درسوا دعني فقط أشاهد هنا لننتهي من هذه النقطة ثلاثة وسقطت إذن جزء صغير جدا يتحكم بالذبابة بأكملها وهو صغير جدا أقل من ربع ملي متر هذا الجزء الصغير مش العين الهالتر ده متوصل بإيه بقى جوه يعني متوصل بالمخ مثلا هناك نهايات عصبية وكلها تنتهي إلى الدماغ لإرسال المعلومات سبحان الله سبحان الله انظر هنا طب وضعا بس مقاطع معدد فضل هي تموت بعد قطع هذا الهالتر أن تقع وتعيش هي تموت بفعل أنها لا تستطيع مقاومة أي مفترس من السهل أن تقتل أو يقضى عليها أو يقضى عليها بسهولة يعني عندما أطعوا الهالتر مثل أنا جردتك من سلاح سلاح أنت في بعركة وجردتك من أهم سلاح لديك هو هذه المجادف الصغيرة هذه التي لم تكتشف إلا حديثا على فكرة خلال الفترة الماضية فقط الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له سبحان الله لا أنا عايزة عايش معك حتى جميلة كده في الراحة ما تاخدنيش بسرعة كده يعني إذن في قول تعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له مؤثرة غير عادية بالفعل مقصودة لذاتها من حيث ماذا أقول لي من حيث ماذا يعني كأن الله يريد أن يخلقك تركيب الزبابة أو تشريحها طيب اصنع مثله فقط هذا الجزء الصغير اصنع مثله لن يستطيعوا أو الأصنام حتى التي كانوا يعبدونها يعبدونها صحيح الذين يعبدونها من دون الله ما تعبدوا من دون الله لن يخلق هذا بالظبط بالأرجل بالأجنحة بالهلتر بالشعيرات بالأهداب دي دولة متحركة يا دكتور الآن الذي لفت انتباه العلماء أن الذبابة انظر هنا تستطيع التعلق بالأسقف الزجاجية هذا سقف هذا ضمن التجربة سقف زجاجي تتعلق بسهولة طيب كيف تتعلق مع العالم أن نهاية أرجلها يعني هي طيرة بطنها للأعلى وظهرها للأسفل تطير بالعكس بكل الاتجاهات شكذا؟ آه وتتعلق انظر هنا كيف تطير بكل الاتجاهات بس من عكس الجاذبية الجاذبية بتشدهش؟ آه نعم لا هو طيران هي تطير عكس الجاذبية العلماء احتاروا كيف تستطيع أن تتعلق بمخالبها الصغيرة انظر هذا المخلب هنا هذا يعني أقل من واحد بالمئة من المليمتر كيف تستطيع أن تتعلق وزنها ثقيل بالنسبة لهذه المخالب انظر ماذا اكتشفوا الآن أخذوا هذا الجزء وكبروه هذان مخلبان هنا مخلب رقم واحد ولكن هذه النسبة من التكبير لم تظهر لهم شيئا فقاموا بإجراء تكبير آخر أخذوا قطعة وإذا بها هذه هذه الشعيرات هنا عبارة عن خراطيم أخذوا أكبر الله تقوم على تفريغ الهواء تقوم بضخ مادة لزجة لاصقة تلتصق بالسطح الزجاجي بالسطح الزجاجي أو الأملس أو غيره أمنتوا بالله لا إله إلا الله كل شعيرة صغيرة كل شعيرة صغيرة كل أنبوب من هذه الأنابيب هذا طبعا بالمجهر الإلكتروني حتى بالمجهر العادي لا يظهر هذا الشكل على فكرة ده مكبر ملايين المرات تفرز مادة لاصقة وتفرغ الهواء يعني هذا الأنبوب يلتصق ويقوم على الضغط تماما مثل نحن عندما نريد أن نرسق شيء هذه أحيانا في الزجاج بعض الاصقات تفرغ وترسق هذه المادة اللاصقة باستمرار هي تفرز المادة أم المادة موجودة في جسمها؟ موجودة وتفرزها باستمرار طب ولما تجي تسيب بقى تشيل المادة ازاي؟ هي فقط يكفي أن تحرق جناحيها قليلا فتصنع ضغط أعلى من ضغط تعمل خلخلة بس خلخلة بالضغط فتقلع بمجرد تحريك الجناحين هو إيه اللي قدام ده يا دكتور مع داخل يعني هي بتعمل نعم بتعمل إيه اللي قدام تحت العنين دي على طب خرطوم خرطوم دطاعي بقى من أجل الطعام هنا الخرطوم هذا من أجل تذوق الطعام إفراز المادة الهاضمة لأنها هي تخدم الطعام خارج جماعتها تخدمه في الخارج في الخارج في الخرطوم ده تفرز المادة من الخرطوم فتختلط تختلط مع الطعام فيتغير تركيب الطعام كيميائيا لا تستطيع أن ترجعه إلى التركيب الأولي سبحان الله بما يناسبه هي فعندما تفرز هذه المادة وتختلط بالطعام ويتغير تركيب الطعام أنت لا تستطيع أن تستنقذ ما سلبته الذباب منك حتى العلماء لو اجتمعوا لا يستطيعوا إعادة الطعام لحالته الأولية لأنه يتفكى كيميائيا ويتفاعل لا تستطيع أن ترجعهم لذلك قال كسيراته الأولى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره أحسنت انظر إلى السياق أحسنت زادك الله عزيز سبحان الله